هل في حد ممكن ما يتأثرش بتغيير الساعة؟ لازم كل الناس تتأثر؟ هو أي تغيير في موعيد نومي أبقى مضطرة لها ده بيبقى صعب شوية بس إحنا عندنا مرتين تغيير ساعة في السنة المرة اللي بتحصل في هذا التوقيت اللي هو التغيير الخريف إن إحنا بنتأخر ساعة ده لطيف عادة لإن إحنا بنكتسب ساعة زيادة خصوصا لو نايمين قبل ساعة نشر فبحيث لا أنا وتقريبا صحية في معادي مش متأثرة قوي بهذا التغيير بالزبط كده تمام المشكلة بتحصل أكتر في أني أنام واصحة لا يا نفسي فيه ساعة نقصة من نومي ده التغيير اللي بيحصل له في شهر أربعة أو في شهر تقل ده اللي بيبقى صعب التصبيطة بتاعته دي اللي بتاخد شوية وقته زي ما حضرتكم تفضلتوا ده كلنا بيتأثر أكتر الأطفال والمراهقين والسن الكبير دول بيبقوا فيه مشكلة دايما في تصبيط النوم لأن الرادي النوم بتاحهم فيه صعوبة الأطفال والمراهقين كده عشان عندهم مواعيد مدرسة فمضطر يصحى بدري وعايز يرايح المتحان ويبقى مركز ويبقى فايق وكده فده بيبقى صعب وطبعا الوظائف اللي بيبقى فيها شيفتس برضو دي بتبقى فيها مشكلة الناس الكبار عشان بيبقى فيه برضو صعوبة في أنهم أصلا يدخلوا في النوم ويصحوا في مواعيدهم فده بتبقى مجموعات بتبقى أكثر عرضة أن ممكن ده يؤثر عليهم وعلى جودة النوم وأنهم ياخدوا كثيرا أنا كأم أتعامل إزاي مع أولادي اللي بيتضرروا من ده وبيحس أنهم مش قادرين يصحوا الصبح وتعبنين جدا خصوصا أن زي ما بنقول كده الوقت كمان بدأنا في درجات الحرارة المعتدلة فالجو بياميل أكثر للخمول وأن أنا مش قادر أصحى من النوم أتعامل معهم إزاي أول حاجة أن أنا ما يبقاش هو ده بس اللي هيزبط معاها هزبط معا النوم من الأول من البداية يبقى أنا لي روتين في النوم النوم إلى حد كبير عادة إحنا لنا الساعة الداخلية في الساعة البيولوجية بتاعتنا والساعة الداخلية بتاعتي أنا متعودة بنام في الساعة واحدة الساعة 12 ساعة كده أنا علشان أغير في توقيت نومي ده بياخد وقت فمثلا الأطفال أحاول بقدر الإمكان حتى إحنا الكباري يبقى لنا روتين يومي ثابت ما يتغيرش عشان لما يبقى فيه تغيير يبقى تغيير واحد قادر أتعامل معا اللي هي الساعة اللي تقدمت أو اتأخرت فالأطفال أحاول دايما أن هم يبقوا رايحين في موعيد ثابتة بدري يبقوا أغدين كفايتهم لأن الأطفال بتبقى عندهم احتياج للنوم احتياجهم للنوم مش بس علشان هرتاح وجسم يرتاح لا دراحة نفسية وجسدية وللتركيز وللنمو حاجات كتيرة جدا مهمة قوي للأطفال والمرهقين في هذا الوقت طيب حضرتك اتكلمت عن جودة النوم هل جودة النوم ده مدة ساعة؟ لا لا فيه ناس كتيرة فعلا بتقعد في السرير ممكن أنا نمت 11 ساعة بس الصحي مصدع وحسن ما نمتش ولا دقيقة دي مشكلة في جودة النوم مش بالمدة راجل عمل عليه داخل السرير داخل ينام زي ما حارتك بتقول كده بيبقى فيه عوامل أخرى أنا مضغوط أنا متدايق أنا داخل النوم زي ما كنت وتفضلته في الفقرة السابقة هربانة من حاجة فانا دماغي شغالة وشكلي نايمة فيه عوامل كتيرة فيه مرض فيه تعب فيه وجع في جسمي فأنا قاعدة في السرير كتير بحاول أنام النوم متقطع لكن هو ساعات طويلة أنا قاعدة في السرير فجودة النوم لها حساباتها غير مدة ساعات النوم جفاقة النوم حاجة مهمة جدا إنها بتعتمد قد إيه أنا بدخل في مرحلة النوم العميق النوم العميق اللي بتتميز فيه خلايا المخ إنه هي بتبقى فيه هدوء النشاط فيها بيقل جدا فتحس إنك نمت تسحى الصبح اللي هو أنا نمت النوم اللي ريحت محتاح ممكن ساعتين تلاتة بس صح يا فائقة دي فيها أحلام عشان أنا كنت سمعت إن جودة النوم مرتبطة بالحلم لو حلمت يبقى أنت فعلا خدت قسط كافي من النوم نوم عميق كميرا نوم عميق حتى لو ما كانش المدة كانت طويل أم لا بالشرط لأن إحنا عندنا نوعين من الأحلام إحنا عندنا كذا مرحلة في النوم في مرحلة معروفة بتاعة الأحلام المراحل الأخرى للنوم ممكن يبقى فيها بعض الأحلام برضو تمام بس ممكن أحلام مزعجة ممكن كوابيس حاسة إن أنا صح يا كل اللي أنا عيشته الصبح شايفة بالليل فما نربطهاش قوي بالأحلام إلا لو حلم لطيف بقى وحاسة إن أنا صح يا مبسوطة يبقى غالبا نمت ترجمة نانسي قنقر